السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كدرين لبس لكم ومتمنى تمركم بإخر والأخير ومتمنى الله سبحانه وتلقاكم بالفيديو في أحسن الحوال شكرا لكم أيها المتابعون الكرام شكرا لدعمكم ومساندتكم لهذه القناة البسيطة والمتواضعة وترحبوا بالناس اللي انخرطوا واشتركوا في قناة سلاوي نيوز إذن شكرا لكم أيها المتابعون الكرام نحن هنا الخوط متواجدون بجنبات نفق المفاجئة وهذا الطريق وهذا الصيارة تشوفون مغدين مغدين في اتجاه مدينة الرباط عبر قنطرة الرباط الفتح هذ الطريق تيمكن تخرج في العديد من الاتجاهات الناس اللي بغين يبشوا التقدم راتب شو من هذ الطريق الناس اللي بغين يبشوا مثلا الشلة أو بغين يبشوا الباب الزعير باش يدخلوا المدينة العاتقة مدينة الرباط تيمكنوا مشوا بالانتجاه الناس اللي بغين يبشوا الأوقدال بغين يبشوا الحرياض بغي نبشو المنتزل حسن الثاني بغي نبشو الغابة للهيلتون بغي نبشو السويسي إذن العديد من الاتجاهات الطريق صراحة متنفس للعديد من السائقين لأنه كما قلت لكم ما فيهاش يعني لا ضو ما فيهاش الضو يعني ما فيهاش العرقالة ويعني كما تقول طريق صراحة سهلات التنقل ما بين مدينة الرباط ومدينة السلا هنا كذلك عنا نفق المفاجأة نفق اللي كان شرفت عليه شركة الهلاوي ونجزته لنا فيهاش الضرف قياسي ووجيز وحلات لنا واحد المعضلة او واحد النقطة سوداء اللي كانت عنا في هذه المنطقة هذي فالعديد من الناس تعرفوا هنا شنو كان وكيفاش كان ديما هنا الزحام وديما اللمبوطياج وديما الكلاكسونات وديما المدابزات وديما 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 وصراحة كان واحد رجال الامن هنا كانوا رجال الشرطة صراحة دائما الله يحسن عوانهم اللي كانوا تشتغلوا في هذه المدار هذه يعني كانوا واحدة مرة تضربوها ربي ليعلم بها صراحة لأن هذا المدار مدار حياوي والعديد من التجاهات تكبوا في نص النقطة وكلا لابد من إيجاد الحل والحل كان هو المدار والحمد لله اليوم كما تشوفوا حركة السير حركة سليسة ما تتوقف شي كله عارف حقوق وكله تدوز يعني بسلاسة ما العلم أن كما أقول لكم عنا العديد من التجاهات الناس اللي بغا تمشي الرباط ولا اللي جاي من الرباط ولا اللي بغي يمشي السلسة جديدة ولا اللي بغي يطلع القاعدة الجوية يعني عنا العديد من التجاهات تكبوا في نص النفق انتمنا واشاء الله بإدن الله هات السياسة الانفق تطبق كذلك في نفق مهيدرة الذي ما زال كذلك بدوره نقطة سوداء وكذلك مدار القاعدة الجوية اللي هي الفوق الخوت يعني من الفوق شنو كنتم معنا عنا الطريقة التي تتأدي بنا للقرية وقع وعنا الطريقة الوطنية رقم 6 وعنا كذلك المدار ديال القاعدة الجوية إذن عنا مليل من الأمور غادي يكون عنا واحد الفيديو ان شاء الله خاطئين نشرحو فيه ونشرحو فيه واحد من جموع هذه التسأولات حتي كما تشوفوا هذه المنطقة أنا اللي انتواجد فيها هي منطقة كما تنقولو احنا غارقة اي إلا قارنها بالمنطقة اللي انتواجد على يصر الشاشة وليكن تنصور هذه منطقة غارقة مقارنة بها ديك المنطقة هذه المنطقة مرتفعة وهذه غارقة وعنا واحد السؤال ومعروف فإنه التجفة إن شاء الله بإذن الله اللي سيكون رابط ما بين القناطرة وما بين مراكش فرغا يلوز من هذه المنطقة هذه إذن كيف سيتم الانتقال من الأعلى نحو الأسفل لنشوفوا كل هذه الأمور كيف سيتم التعامل معها هنا الآن نحن بجانبات ياش الولجة نحن الآن في الولجة كما تشوفوا معايا هذه الولجة تهيار عرفات الأشغال العمومية وتوسع عن الطريق والإنارة العمومية وكل الأمور مزيانة ولكن هناك شيء ما يجب أن نتحدث عنه ألا وهو هذا الحي الصناعي المعروف في نازل الفخار في الناس التي تدرون الارتزانة بالقصاب أو بالحديد إذن لقد حان الوقت وفعلا رحان الوقت الخوت وباش نعلم الناس للناس اللي ممتبعينش معنا لأنه هذا الحي الصناعي ستتم إزالته يعني الحي هذا المعروف ديال الفخار وديال القصاب وكل الأمور اللي كان هنا وكين شركات يعني تشيكون شيء غلي تحيد وبسلامة من أجل باش يتبنى إن شاء الله بإذن الله لسلام العليم تبنى لنا قرية للفنون والصناعة التقليدية وكل هاد المسائل باش يعطي واحد القيمة مضافة للمنتوج اللي تتنتج ولا كذلك لهاد المنطقة وغايتولي عنا إن شاء الله بإذن الله هنا يا مقاهي مطاعيم كما قلت لكم يعني ونزل القصب وكل هاد يتولي واحد ظروف اللي هي ظروف جيدة صراحة تعطي قيمة للمنتوج اللي تتنتجوه وتعرضوه وكذلك هما يشتغلوا في واحد ظروف صحية وظروف جيدة وكذلك الناس اللي تتجي باش تقتني هاد المنتوجات كذلك تتجي في واحد الظروف وظرف زوين وظرف رائع لهذا كما أقول لكم هذه المنطقة ان شاء الله ركول اللي غاليت تحييد ودرنا قرية على الطيراز الحاديث قرية ليكون فيدي باركينج منتزاة ساحة خضراء إنارى عمومية كل مسائل التي يرغبوا فيها أي المواطن يريد يعني أن يرى مدينته تتقدم وتولته تتقدم إذن هذا الحياة الصناعي يعيش أيامه الأخيرة نصرة علمات نصرة كل حولهم صافي وعطوهم أماكن مؤقتة بمدينة السالة تقريبا في المنطقة المحادية للطريقة الوطنية يعني رقم واحد الرابطة ما بين مدينة سالة ومدينة القناترة وهذه كل هذه العشوائية لكلها حان الوقت باش نودعوها وتعطينا يعني ندخلو للمرحلة أخرى كما تشوفوا معي هناك مباني مهجورة صافي الناس حيدوا منها وكما تشوفوا صراحة هنا ولات منطقة تجمع لنا الكلاب الضالة والقواريد وبعض الظواهر اللاصحية وفي حقيقة الأمر ليمكنه أن نستثمر المواطنة في هذه المنطقة هذه ونخليه واحد الحي الصناعي بهذا الرداء صراحة بهذا الشكل الذي هو شكل مبقاش تلأم تشي حاجة ما تلأم للمواطن ولا الاستثمارات لكي ينفض المنطقة ولا تشي حاجة صراحة مشكونوا واضحين يعني حي الصناعي أكل الدهر عليه وشارب صافي الله يعاون بسلامة أيضا رؤي عدي من الامور كذلك رحت المصنع بيال يا جور ما معروف كنتواجد في هذه المنطقة تهوا ربع بداية عمليه الإخلاء ذي الله أيضا طيب ورد كرم المنطقة اللي كنت فيها هنا نمتصور لكم ملفوق من جات بطنة إذن سنتمنى معنا الله سبحانه وتعالي للفيديو رأي رأي جبكم وأعجبكم وكما أقول لكم هذه المنطقة كلها برماتها رغادي تشدوا حد تغيير جدري وجدري كليا كذلك نبغي نعلمكم لأنه رتم إخبار الناس لأنهم هنا الأراضي ديالهم أنهم يبشيوا حفظوا الأراضي ديالهم ويقدوا لها سيتيواصي ديالهم لأنه القادم يعني هتكون هناك عدة تغييرات فضل منطقة هذه لهذا العديد من الأمور إن شاء الله هتنشوفوها في الأيام المقبلة ومنطقة الولجة رغادي تتغير كيما أقول لكم حد تغيير كبير ماشي تغيير اللي غادي يكون خلال أشهر هذا الأشغال ضروري خصى يعني خصى واحد السنة ولا سنتين من الأشغال باش على الأقل عاد نشوفو الولجة في الحلة ديالها الجديدة وخصصا كما أقول لكم تخرجنا لوجود القرية الفنية اللي غا تكون إن شاء الله بإذن الله السامي العلم إذن أيها طيب ونكرم نتمنى مع ضلاء سبحانه وتعالى للفيديو ويعرق لكم واجبكم وكما أقول لكم ما زال غادي يكون عنا فيديو غادي نشرحه فيه يعني ونطرحه فيهم جمعة من الأسئلة التي يجب أن تطرح خصوصا يعني على مسألة خط الـ LGV أو التـGV خط القرنطرة مراكوش إذن أيها طيب ونكرم أتمنى من الصحنا وتعالى للفيديو يعرق لكم وإعجبكم نتمنى أنه ينال لاستحسن دلكم والريضة دلكم ودائما وأبدا كما تودتم منه الله محفظ الإسلام والمسلمين الله مرحم الشهداء الله محفظ دولتنا وشعبنا وملكنا من كل سوء كان معكم أخوكم سلوي نيوز من مدينة سلع تحياتي لكم مدينة سلوي نيوز